موسيقى من خلال تكريز المعايير الكفاءة والاستحقاة في تولي مناصب سوريا بهذه الهيئة وقبل التعريف برجال سلطة الججر لا يفتني بهذه المناسبة السعيدة المنوهة وأشيدة بالسالة رجال السلطة الذين يحضون بالطيقة المولوية السامية حيث يدون واجبهم بكل إخلاص وفاة وذلك من خلال عملهم الدؤون والمستمر بهذه العمل وأطلب منكم أن يبقوا على إخلاصهم وتفانيهم في خدمة هذا البطن ورعايا صاحب الجلالة وأن يضلوا كما عهدناهم حارسين على تهدية مهامهم بنفس روح التضحية والانضباط بالولادة الدائم للجلالة الملك محمد الثالث نصر الله وأيانا وبهذه المناسبة أهنئ كل من السادة السيد محمد فاطف الزبور قائد رئيس الملحق الإداري السيد في عادي العمالة الذي شغل هذا المنصب منذ وحد سعود 2022 والتي تم الترقيته إلى منصب رعيس دائرة ببوميا بإقليم ميدلز وأي فترة أدى خلالها عملي عن وجه المطلوب بحنكة وحرافية عالية تتمتل في تدخلاته من الروسة والمتزينة كما حضية احترام الجميع لسلطات ومنتخبين ومجتمع مدنيين ونتمنى له كل التوفيق في مهامي الجديد كما أرحب برجال السودة الجدد التي نعين بهذه العمالة ويتعلق الأمر بالسيد شافيق الهلاسي من موالد من موالد سعود 1984 بالحالة متجوز وأبلي تفلين حاصل على مصطف القانون المنازعات خريج الفوز الملك الإدارة القربية والتي تقلض المناصب التالي قائد بقسم الشؤون الداخلية بعملة أقدير الدوتانان 2018-2016 قائد ملحق الإدارة العاشرة بعملة أقدير الدوتانان 2016-2018 قائد قيادة تزوطة إقليم سفرو 2018-2022 قائد قيادة حمام بإقليم خنفرا 2022-2024 وكان آخرها قائد ملحق بالكتابة العامة بإقليم خنفرا منذ فبراير 2024 وقد تم تعينه رئيس الملحق الإدارة ومن ثم سيد علي اللبان من موالد أربع من موالد أربع تارش ربعا ألف وتسعمية وثمانية 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 في فاس منتجوج حاصل على مصطف القانون الخاص و العلوم الجنائية بالإضافة أنه في السنة الثالثة من السيك الدكتورة بنفس الإختصاص خرميج الفوز بسعود الخمسين بمعجمالة للإضاءة الترابية سنة 2022-2014 وقد تم تعيده رئيس المنحقة لتالي السكين حيات الجماعة وفي نفس الليطة فقد تقرى إضاءة مقيد داخل لدوفة الترابية لإيقان أعمال لضمان نجاح وفعالي أطراب وبذلك قسم كله السيدة القائد أسناء شبير لوليدة لقسم شرم الداخل لأعمال مخاطعة المسي حضرات سيئات السنة إن النقوم جديد في السلطة فما حدته صاحب جدر مليك محمد السنة صلى الله يقضي رعاة المصالح العمومية وحسن تثبير الشأن المهلي كما يتطلب مننا الانفتاح على المواطنين وذلك بالاتصال المباشر معهم ومعالجة دانية لمشاكلهم وكذلك شراتهم من حرارات متعلقة بتثبير حياتهم اليومية كما أننا تطلبون من عملية تتوير وتخليق الحياة العامة وتحسين الخدمات الدارية لكي يجعل من الإدارة المحلية هدافة عالة المصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفتح جسور التواصل الأفقي والعامل مع مختلف عالية المجتمع الكذري من أجل تسهير محكمة وتثبير عقلها للشأن العام والعمل في انسجال التامع كافة المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية من أجل كوفير منافع اجتماعي سليم يسود التعامل والتعاضف ويضب قوام هذه المقاربة الحسر عن اتزام الصارب لمعاري الكفاء والاستحقار وتتاهم الفرص في تولي مناصب سوريا وتضب غايةها الرقب عن الإدارة القربية والقدمات التي تعالى تجعل الإدارة من الجزء المواطن موافقة لآجته وراعية لمصالحه إلى إباثة صاحب جلال الملك محمد صلى الله عليه وسلم ويده يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبار السهول الأنجح الموقف وفي مستوى المنهام الله منطبينا حساء المد وجبل تجار المواطن أحسن أداه وأن نحقق التنمية المنشودة من طرف الجميع وفقنا الله جميعاً لما فيه خير هذا البلد الأمين تحت القيامة النير المنكدن هما أبقاه الله دخراً وملاتاً للشعبين الوثي وحفظه في وإعديه الأمين مولي الحسن وسائل الأفراد الأسرة العلوية الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة